كيف تأحمد رأيك إيه في أدايا النادي الأهلي النهارد؟ نعم عجبنيش النهارد طبعاً انت واصل من مصر خلاص يعني من نسبة 25% واصل من مصر الفرقة وفاية اصطف فرقة يعني مش من فرقة القوية اللي تخوف فرايح هناك انت لماتش ممون انا كان بالنسبالي لازم تقدم رسالة لفري الوداد ان انت النادي الأهلي وان انت ممكن تكسب اي فرقة حتى انتش محتاج المكشو يسابها خمسة وستة اللي هي على ملعبها انت تلعب الوداد للملعبه فانت بالنسبالك لازم تبقى تحسس فرقة الوداد ان انت لأ انا هاجي على ملعبك اكسبك انا كمان لكن الأداء النهارده اعتقد هيتطمع فرقة الوداد في الأهلي بسمعه الوداد مبارح لها مباروح شاوي قدام بيترو اتلكك وتعادل على ملعبه في المغرب واحد واحد مع بيترو اتلكك فرقة قوي جداً يعني انا مش عارف خسروه ازاي لملعبهم بالوداد فريق الوداد فريق يعني اقل من العادي اقل من العادي اقل من العادي فرقة عادية جداً ووداد جداً وفرقة الرجاء فرقة عادية جداً يعني المستوى الكورة في المغرب انا مش احنا ايامنا كانت الفرقة دي بتلعب الرجاء والوداد في المغرب ده مطش بيبقى صعب جداً علينا فاعتقد ان لا النهارده ان انت الفرقة زي دي فيها ضعيفة زي وفيها اسطيف ما كذبناك اتنين واحد لحد الدقيقة اتنين وتسعين وتتعادل معها في الآخر انا ما اتخدش نديها كاترسالة كويسة بيقدمها للوداد يعني بيقدمها للوداد يعني تب ايه لم اعجبكش النهارد في الملعب يعني؟ ان انت جبت جنب في اول ماتش خلاص ده يعني انت بتشوف اي فرقة في الدورة الانجليزة في الشامبينزليج او اي حاجة حتى الماتش مش محتاجينه بيلعبوا الموته نفسهم يعني كان ريال مادريد واخد الدوري وبلعب قتلكوا مادريد وموتين نفسه مغلوبين الاخر الماتش موتين نفسه انت بتقدم رسائل الفرقة التانية ان انت كسبان قصران كسبت دوري لا انا انا استيلي واحد انت كسبان واحد صفر في اول ماتش ما تديهم خمسة ستة الفرقة دي عادي على ملعبها بتقدم رسائل لكل افريقيا ان انت بتكسب بره جوه لكن انت تدخل الفرقة معاك في الجيم تاني وكسبوك اتنين واحد وكان فيه جوام وكن تيجي تانية عجبنيش اللي قادر مش ممكن ده يكون قرار اللعيبة مش مدرب يعني اللعيبة نفسها هبتت بقى انا ضغط المباريات كثيرة جدا مش محتاجة عامل مجود بدني كبير مرد ما اخسرش يعني انا احافظ احافظ على انا عامله انا كسبان واحد صفر يحافظ على واحد صفر يزودها وابدأ يقفل لكن مفتحش الملعب لفرقة قصلا ضعيفة جدا كلها اغلبية ناشئين لفرقة دي ويجيبوا فيها جنين ويهددوا المرمة بتاعي تلات اربع مرات اه لا ما اجبنيش النهاردة روح لقيت الاهلي النهاردة مكانش قويس قبل ماتش نهائي طيب انت نفسك وانت بتلعب في جيل عظيم جدا في الاهلي مش كان فيه مباراة كده بتنزل حاسي انك نمنع فبتهبط عمري ما انزلت ماتش يعني مستر مالو انا انت هو اللعيبة يعني مفيش احنا مفيش ماتش بالنسبة لنا كان مستر مالو اللي حسنا هو سهل انت بتبقى واصل واصل كويس اوي يلعب بالفرقة الاساسية ويشدد الاسبوع كله اكيد ان الماتش ده نهائي يبقى انت سيستمك واحد انت بتكسب كل الفرق بنفس الاسلوب يبقىش اكسب في الكهرة او روح هناك عسا تغلب كده انت بتطمع الفرق فيك لان اكيد الوداد النهاردة بيتطمع الماتش فانت انا مكون مالعب فرق على اي مستوى زي كده النهاردة لأ ده انا سهل جدا انك سهل على ملعبي ثم كسبوا هناك اربعة وكان مطلوب منهم واحد الفرق الثانية وفاق السطيف انا ممكن على ملعبي وانا كامل اقدر اكسب فهتبقى صعبة جدا المباراة صعبة وجاملين اناك في مركب محمد الخامس بتبقى صعبة جدا وفي ذات كامل الوداد